السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرحة بكم اليوم نحكي هيك بعض النصائح اللي ممكن تنقذ النساء وهي النصائح هتكون نصائح صحية ونصائح نفسية مما قرأت مما شاهدت مما درست من استشاراتي هذا الفيديو رح يفيد كل امرأة اليوم تسمعنا النصيحة الاولى المنزل وعمل المنزل اعمال المنزل مش مطلوب انها تخلص في نفس اليوم رجاء هاي من الاغلاط اللي بيقوموا فيها النساء تصحى المرأة الصبح بدها تخلص كل شغل البيت بدها تغسل وتجلي وتطبخ وتكوي وا 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 لذلك قسمي شغل البيت حتى لا يصير عندك شغل بسموها under achievement بمعنى لما انت تحطي مهمات كبيرة جدا وتهلك نفسك عشان تعمليها وتنجزيها توصلي اخر نهار بتكوني منتهية وبالتالي بتصير تحسي انه فيه تخصير تجاه الاولاد تجاه جوزك لا خلي شغل البيت مقسم وعلى فكرة شغل البيت لازم يقسم على الاطفال وحتى يعني في علم النفس الان بيقولك الطفل من عمر سنتين لازم يشارك في شغل البيت من عمر سنتين على قده فلذلك اول نصيحة بانصحها لكل اخواتنا اللي عم بيشاهدونا بسمعونا لا تحاول تخلصي كل شغل البيت في نفس اليوم لانه هذا الموضوع بتعبك لما تقسمي شغل البيت لاجزاء اليوم بدي اعمل كذا وبكرا كذا وبكرا كذا المهمات بتكون سهلة فبتحسي بالانجاز وبتحسي انه بكرا في شيء تاني ولا تعمل شغل البيت لحالك انت مش عبدي لا تعامل نفسك على انك عبدي وانه وظيفتك بس تكنسي وتمسحي وكذا مطلوب اه مطلوب وستقجرين على هذا الموضوع لكن قسم الشغل ما بصير بنتك وابنك يكونوا جالسين والبنت زي الولد مهيش كمالة عدد البنت والولد لازم يتعلموا انه يشاركوا بمهمات والمنزل لانه هذا مش بيتك لحالك هذا بيت الكل ولازم تعوديهم على هالموضوع النصيحة التانية الضغط والسكري انتبهي على ضغطك والسكري تبعك حتى لو كنت مش مريضة برجع بأكد حتى لو كنت مش مريضة لانه مرات بصير ارتفاع في السكر وفي الضغط غير ملحوظ بالطنشي مرة بالطنشي مرتين هاي النصيحة ستنقذ حياة أناس دائما ومنحكي دائما كل الامراض في بدايتها يمكن التعامل معها خصوصا الضغط والسكري ممكن التعامل مع الضغط والسكري إذا كان في بداياته بتصبيت للأكل بالرياضة في أمور معينة قبل أن نصل إلى الدواء رجاء لا تترك ضغطك والسكري حتى لو ما عندك ضغط السكري لكل امرأة هاي نصيحة مهمة جدا ثالثا تعلمي أن تقولي لا لا بتعدي دائما بتعدي دائما عن الناس في طبيعة ناس أنت هيك فكري في حياتك اللي هو شو بيعمل اللي هو ما بيجيك غير لما يكون عندهم مشكلة يعني لما يكون عندهم مشاكل بيجوا عشان يحكولك بينما لما تكوني أنت منجز إنجاز وكذا ما بنتبهوا دائما غرقانين في مشاكلهم التعلمي دائما أنت مرأة والمرأة دائما بطبيعتها عاطفية وبطبيعتها تحتوي لكن لا تستغلي هاي النعم اللي ربنا عطاك إياها الاحتواء أسوأ استغلال تعلمي كيف أن تقولي لا تعلميها تعلميها مرة مرتين تعلمي تحكي لا لأ لأولادك تعلميها هاي مهمة مش مهمة بس لإله مهمة لأولادك خليهم يعتمدوا على نفسهم تعلمي تحكيها لجوزك لكن مش لا اللي هي مع مشاكل لا لا مع ابتسامه وهذا بيسموه الحزم تعلمي الحزم أختي لأن هذا الموضوع مهم وفي غاية أهمية أكثر الناس وأكثر النساء تجي في آخر العمر بتحس حالها ضيعت عمرها كله وهي بس عم تحكي نعم لم يقل لا إلا في تشهده لو لا التشهدوا لكانت لأهو نعموا ما بدك تعيش بها الطريقة ما حدا بنفعك بالآخر أنت أول شيء بديك تنفعي نفسك عشان الناس ينفعوك ولا تعوديهم لأنه إذا عودتهم بتكون غلطتك مش غلطتهم هم تعودوا أنك أنت ما بتحكي لأ ماما جي بيلي كذا أنا بشوف مرات عائلات الولد بيكون جالس على الآيباد وبقول لأمه هاتي لي كاسة مي تعيب ما بصير فتعودي أنك تحكي لأ وبتعدي عن الناس اللي كل همهم أنهم بس يشتكوا بيجوا عندك بس عشان يرمو لك مشاكلهم صديقاتك اللي كلما بترفعي التلفون بتشتكي لك من جوزها قللي قللي الاحتكاك احكي لها عفوا أنا عندي مشاكلي يا ريت تحلي مشاكلك مش عيب أبدا لأنه هاي المشاكل اللي هي بتشتكي لك إياها وبترمي عليك عم تحملك طاقة أنت في غنى عنها وإحنا نقصنا مشاكل هالمعنى أنه إحنا ما نسمع نسمع نتعاطف مرة مرتين التالتة أكتر من ثلاث مرات لا تتعاطف لأنك بتأذي الشخص الآخر فهي النقطة رجاءا دائما فكروا فيها النصيحة الرابعة يا ريت تاخذي وقت في اليوم وتعملي شغلي لحالك تعملي كنجان قهوة لحالك لحالك لإلك من غير ما يكون فيها أي حد تاني تعودي على التلفزيون حط رجليك على الطاولة امسكي هالتليفون اسمعي أخبار اسمعي مش عارف إيش خلي وقت في الساعة اسمها ساعة إلي ساعة لي أنا ما تضلك عاملة زي اللي ماشي بساقي كأنه أنت بتصحي وبتنامي بس عشان غيرك لا حدتي ساعة في اليوم قولي هالساعة وارفضي انك انت تتجاوبي مع أي إنسان بطلب منك أي طلب وخلي أولادك يفهموا إنه هاي الساعة ساعة ماما بتعودي فيها بترتاحي بتمدي رجليك خلي دائما عندك ساعة لإليك النصيحة الخامسة شجعي نفسك قفي أمام المرأة شوفي مش جمالك الخارجي فقط جمالك الداخلي امدحي نفسك أعطي لنفسك شعور بأنه أنت مهتمة بنفسك النساء مشكلتهم دائما دائما في استشاراتي وشغلي دائما تجي المرأة جويزي ما بيقدرني أهلي ما بيقدروني الأولاد مستألين دائما المرأة منتظرة أنه في شخص آخر يقدر هل هذا ضروري؟ نعم ضروري طيب لنفترض أنك أنت محرومة منه طب تنحرمي من تقدير الناس وتحرمي نفسك من تقديرك أنت من نفسك انظري لنفسك في المرأة تذكري أن ربنا خلقك وأحسن خلقك تذكري أنك أنت نصف المجتمع وتربي نصف الآخر وسبب في وجود كمان النصف الآخر فدائما قدري نفسك وعاملي نفسك كما تحبي أن يعاملك الناس حتى لو ما وجد حولك ناس اتعاملك بهذه الطريقة يكفي أن تهتمي أنت بنفسك النقطة السادسة أو الخامسة النصائح لا أعرف أنتم تسجلوا ورانا أنك أنت ما تبتعدي عن البيت أو ما تأخذ إجازة من البيت بحجة أن البيت محتاجة أعتقد أنه أنا آسف بالكلمة لما تموتي من الهم رح يفتقدوك إلى الأبد فإذا أنت فعلا بتحبي أهلك إذا أنت فعلا بتحبي أولادك إذا أنت فعلا بتحبي جوزك أيا كان انتبهي أنك لازم تأخذي بريك لنفسك حاولي تأخذي بريك أنا ما بقول مثلا كل أسبوع تطلعي لك إجازة خدي بريك خدي هيك تعالي مثلا يوم كامل احكي أنا ما بدي أعمل إشي بدك بس هيك ترتاحي وتنطفي تفكيرك إذا بتقدر سافري إذا بتقدر تعودي عند أهلك إذا أهلك في مدينة تانية خدي بريك وهذا البريك ضروري لأنه أنت مش مطلوب منك أنت ما خلفت أولادك مع جوزك عشان تضلك أنت بس مسؤولة أنت مسؤوليتك أكبر مسؤوليتك أكبر في موضوع التربية هو مسؤوليته أكبر في موضوع الإندادات لكن هلأ الحياة تغيرت وصارت المرأة تشتغل والرجل يشتغل الموضوع موضوع تفاهم وأنا هذه النصيحة عشان بس ما تنفهم غلط حتى الرجل بحاجة إلى يوم أنا بنصح حتى رجال خد يوم اللي هو هيك خلص أنا لا بدي أفكر بشغل ولا بدي أفكر بمسؤوليات هذا اليوم يسموه يوم الشحن تشحن نفسك أنت اليوم التليفون لما تخلص بطاريته شو بتعمل بتحطه على الشاحن وما بتلمسه بتخليه مش تقعد تلعب فيه بشحن لأنه هذا بيخرر البطارية ما بصير تحط تليفونك على الشاحن وتقعد نفس الشيء أنت نحن بشر بحاجة إحنا عبارة عن طاقة والطاقة هاي بحاجة لشحن والشيء الوحيد اللي بشحنها إنه نحن نوصل لمرحلة منحط ويكون في أقل طاقة ممكنة للعمل خلص إحنا عدين هلأ في مرحلة الشحن بدي أزبط حالي فيه ناس بتلجأ لدينها بتقرأ قرآن فيه ناس بتسافر فيه ناس بتنزح فيه ناس بتطلع فيه ناس المهم اعرف هذا أنا بسميه النو تاسك دي يعني اليوم اللي ما فيه خلص اليوم اللي ما بدي فيه لا مهام ولا مسؤوليات ولا إشي هذا اليوم مسؤولية وحيدة فقط إني أرجع أشحن نفسي ارجعي أشحني نفسك لأن ولادك بحاجتك وعمرك تعيشي عقدة الذنب وين أتركهم والصغير شو بدي يعمل والكبير اللي لسه ما عملت بيعتمدوا على نفسهم وتذكري أنه الدنيا حياة وموت ما ممكن أنا وإنتي وممكن أي إنسان يموت شو بديهم يعملوا اللي خلقهم بيرحمهم لكن إحنا ناخد بالأسباب أنا ابني أنت ابنك بنتك بيتك بحاجتك ما تعمليش ما تستنذفيش طاقتك ما توصليش لمرحلة لأم بتكون عمرها أربعين سنة تطلع عليها تبين عليها سبعين سنة ما توصليش لها المرحلة اهتم بحالك وولادك هذول هذول انت شايفيتهم هيتجوزوا ويروحوا ويتركوك فما تقعديش آخر زمانك تقولي ها ضيّعنا عمرنا بكرة الولد تشحتي منه تليفون ومن البنت تحكي معك من أسبوع للأسبوع نبدناش هالصدمات نحن عايش مسؤولين عن مأنفسنا يوم 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 بالشهر يوم بالشهر يوم بالشهر أنا كأني مش موجودة اعتبروني مش موجودة اذا كنت تطلع تروحي عند أهل كتباتي عندهم برافو يعطيك ألف حافية وطبعا بموافقة جوزك والحكي معاه وتفاهموا في الموضوع مثل الفكرة فكرة انه هاي المواضيع احنا عم نحكي من خبرات عم نحكي من تجارب النصيحة الأخيرة اللي بدي أوجهها لكل امرأة انتبهوا يا نساء من التعلق فيه فرق كبير بين الحب والتعلق المرأة بطبيعتها دايما انتوا ربوكم وربونا نحن كل ياتنا ان المرأة عاطفية أكثر من الرجل وهذا الكلام غير منطقي المرأة آه عندها عاطفة نعم وطبيعة خلقها بتظهر العاطفة أكثر لكن الرجل أيضا عنده عاطفة بس بحكم التربية نحن تقتل العاطفة عند الرجل لأن الرجل مطلوب منه مسؤوليات وتنمى العاطفة عند المرأة وبصير طبيعي ان المرأة تبكي وطبيعي انها تكون ضعيفة وهذا بيخلي مع الوقت الناس تحكي ان المرأة لا تسلم إدارة المرأة لأنها عاطفية بتحكم بمشاعرها هذا الكلام ليس كله صحيح هذا حق أريد به باطل الفكرة فكرة ان انت تستطيعي ان انت تكوني عاطفية لكن سيطري على مشاعرك مهم كتير انك تتعلمي وانا هذا مهم كتير النساء تعلموا الذكاء العاطفي لأنه انتو بالذات ربنا منعم عليكم بنعمه ماعطيكم شعور مرهف ماعطيكم قدرة على الاحتوال لأنه انت كيف بدك تربي كيف الام بدها تحمل وتجيب ولد وتتحمل الحمل والولادة والولد بيبكي بالليل وقومي رضعي وما بتنامش الأم أول أربع خمس ستين من حياة ولا ابنها تقريبا نومها بيكون معدوم هذا كله بحاجة إلى صبر فتعلمي انك انت ما تتعلقي حبي بس ما تتعلقي حب غير التعلق الحب انه انا بعطيك كل اللي انت بتحتاجه طالما انت بتحبني وتحترمني لكن اذا بتدوس على كرامتي فانا مش بحاجة لانه انا ماني متعلقة فيك حياتك حياتك مش متعلقة بأي انسان جمالك مش متعلق بأي انسان كرامتك مش متعلقة في واحدة بتحكيلي اه كرامتي انا الا كرامتي يا عمي كرامتك بأيبك انتي كرامتك لا تعتمد على شو قال فلان شو قال علان جمالك هو جمال داخلي ينبع من داخلك اذا انتي مش متصالحة مع نفسك ما رح تتصالحي مع الحياة اذا انتي مش شايفة نفسك كريمة ما حدا حيشوفك كريمة اذا انتي ما انك شايفة حالة قوية كل الناس حتستضعفك وتدعس عليك اذا انتي شايفة حالك ان وظيفتك في الدنيا تسمعي مشاكل جيرانك وا 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 فكل الناس حيعتبروك انا اسف بالكلمة ما كبني فايات كل الناس حتتصل عشان تكبني فاياتها عندك لا تتحركش وتقعد الدوري على مشاكل الناس لانه هاي هي حياتك بحجة انه انتي ودودة وبتحب تحليهم حلي مشاكلك اول حلي مشاكلك اول حبي نفسك انتي الاخت والام والبنت وفرحة البيت انتي جمالية الحياة تعامني مع نفسك على هالأساس لا في رجل ولا في ولد ممكن يضيف شيء لإلك اذا انتي ما اضفت الاساس الأول لإلك حبي نفسك حتى يحبوك اعطي لانك بتحبي نفسك مش تعطي لانك بتحبيهم اعطيهم لانك بتحبي نفسك لانك انتي متفاخرة بأخلائك متفاخرة بكونك امرأة ومعطاعة مش تعطيهم عشان تستني منهم يقدروك لانه احتمال كبير ما رح يقدروك واحتمال كبير اتعوديهم انهم ياخدوا وما يعطوه اعطي مش مشكلة حتى لو بدك تعطي طول العمر وما تاخدي بس تذكري انك عم تاخدي من غير ما تحسي ذكري نفسك انك انتي عم تاخدي احترامك لنفسك والتكريم اللي ربنا اعطاك اياك هاي كانت نصائح بسيطة هيك لكل امرأة اتمنى انه هالفيديو يوصل لكل امرأة بتسمعنا رحم الله امي الله يرحمها كانت تصحى الصبح وتشوفها كأنها لابسة رايحة على الشغل يعني تلبس كأنها رايحة على الشغل وهي ما كانت الشغل هي كانت ربة منزل بس كانت تعتبر كأنها ادارة يعني كأنها تدير المنزل كان عندها وقت للقراءة وقت لنقاش ما قرأت لا التنظيف لا التطبخ لا لا فرحمه الله اللي علمتني الف باتاثا اتمنى يا رب لكم دوام الصحة والعافية وهذا هيك فيديو الصبح في مجان قهوة في الذكاء العاطفي او في مدرس الحياة اتمنى لكم كل الخير والتوفيق واللي حابب يحضر الفيديو اللي عملنا مبارح يروح على اليوتيوب عشان يحضر كان فيديو في غاية الروعة عن الكورونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته